تعرفي بقى ان انت لو جبتي طوصة وحطتي فيها معلقتين كبار من الكزبارة ومعلقة كبيرة من الحبهان ومعلقة كبيرة من الكوبيب الصين ومعلقتين كبار من الفلفل الاسود وعور صغير من الارفة وحوالي من 10-15 ورقة من اللورة ونحط واحدة جزت تيب بس كل ده نحطه صحيح مش مطحون يا جماعة وهناخد بقى الكلام ده كله على النار علشان يسخنوا كده معي وراحتهم تفحفح ويتشال منهم اي ارتوبة وبعد كده بقى ناخدهم على المطحنة بتاعت الخلاط ونضربهم بقى ضرب جامد جامد لحد ما يتحنوا معانا يبقى زي البودرة كده بالضبط متلقوا اوش خالص جوز تتحن معاهم وتبقى تمام التمام بعد كده بضيف لهم بقى معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الطب البودرة ومعلقة كبيرة من البصل البودرة وبديهم ضربة كمان سريعة في المطحنة ام هعمل كباب حلة لو هعمل سنية بطاطس بالفراخ احطه في تدبيلت الكنتاكي في الفراخ المشوية اعمل خلطة سمك وحط منه معلقة مع البطاطس المهروسة بقى لو هعملها كفتة البرجر الناجتس بتاعت الشركات لما بنعملها الكفتة بتاعت الحاتي الاندوم البيت اللي بنعملها بالسباكيتي بيتحط مع الشربة بتاعت الفراخ او اللحمة يا جماعة الخلطة بتاعت البهارات دي بجد خطيرة 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 رحتها فواحة لما تعمليها بايدكي وايه وعي تشتريها منبرة حضريها بنفسك في البيت وهتشوفي طعم اكلك ورحته تتغير تماما ويكا العادة سايباكم اجيب نهاية الفيديو لايك وشير لو عجبكم ويكونت معكم انشي نجيب وساحتينه هنا واشافكم الوصف الجاية